الهدنة التي يمكن تجديدها تتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك وتفتح الباب أمام تلبية الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية الملحة لليمن ولإعادة إطلاق عملية سياسية هذه الهدنة يجب أن تكون الخطوة الأولى لإنهاء حرب اليمن المدمرة ينبغي الآن استخدام هذا الزخم لتأكد من التزام هذه الهدنة في شكل تام وتمديدها ومع هذا التجديد يتم إطلاق عملية سياسية حقيقية في اليمن أعتقد أن هذا يثبت أنه حتى حين تبدو الأمور مستحيلة يصبح السلام ممكنا بتوافر إرادة التسوية